لو الحكاية فيها إنا ذيك من الدول الشقيقة والصديقة وأقول لهم أهلا بيك زدوا هذا المهرجان وهذه الفعالية قيمة وقاة We would surely would like to highly thank the high eminent ministers and ambassadors that are here today to honor us with their presence for the project that we are all successfully أهلا بيك في أكمل بطاع العالم وأحلى أماكن الغوص في العالم وهو البحر الأحمر شامتنا يا دمت وكل الاتحادات بقول لهم يعني متشكرين على حضور قليمة في البحر الأحمر للمشاركة في هذه الغبصة التي ستعيد إلى رياضة الغوص في البحر الأحمر قيمتها ومكانها إن شاء الله وده بالتزامن معك زي ما بقول أن الاستقرار هو الذي يأتي بالتنمية الاستقرار هو الذي يأتي بالسياحة والشعب المصري مصر على الاستقرار وهذا ما حدث خلال هذا الأسبوع في ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر